بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم النهاردة هنكمل موضوع كلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت وهو موضوع الضعف الجنسي وطرق علاجه يمكن في الحلقة اللي فاتت سلبنا بالتفصيل لغز عملية الانصاب وما كان يصاحبها من خزعبلات وكلام فاضي قدرنا أن احنا نكشف للناس ليه احنا تأخرنا في علاج الضعف الجنسي لكن الحمد لله المبشر في الموضوع أن احنا رغم ما تأخرنا إلى أن احنا وصلنا إلى نجاح يطمن كل المرضى أن احنا الحمد لله دلوقتي نقدر نعالجهم بنسبة نجاح 100% طبعا زي ما هكشفت في المقدمة الموضوع ده مخجل ومحرج والناس بتكسف تتكلم فيه وده سر المشكلة ليه انت تكسف تعبر عن مشكلتك مريض ضعف الجنسي زيه زي مريض السكر وزيه زي مريض الضغط وزي زي مريض القلب عنده مرض أو مشكلة ولا بد أن هو يتكلم عشان احنا نقدر نساعده ونوهف جنبه ونحن بنقوله ان احنا نوهف جنبك ونساعدك ونوصلك لنجاح 100% بس احنا مش نجيلك البيت لازم انت تتكلم والمهم النهاردة احنا فتحنا معكم اتصال مباشر احنا دلوقتي على الهواء مباشر الي ياريت وعلى تواصل معنا على طول والنهاردة انا الحلقة بتاعت اليوم ماياش حلقة هنتكلم فيها كلام نظري او هنسرت فيها قصة زي المرة اللي فاتت النهاردة انا جايب الاسئلة بتاعكم جمعها من على الفيسبوك وعلى الصفحة بتاعت البرنامج وجمعتها في شكل موضوعات محددة اخترت منها الموضوع اللي هو عليه اسئلة كتير جدا وتهم كتير من الناس وهو موضوع الطرق الجراحية لعلاج الضعف الجنسي واشهرها طبعا موضوع الدعمات الناس مش فهمة يعني ايه دعمات بتسأل السؤال ده محتارة كلمة دعمة يعني ايه يا دكتور كلمة دعمة من اسمها يعني عبارة عن استوانة بنزرعها داخل العضو لتدعم عملية الانتصاب التي فقدت يعني بالعربي ما يجليش مريض عنده انتصاب يعني مش مرضي بالنسبة له ولو بنسبة 80% ويجي قولي لا انا عايز اركب دعمة لا انا مركبش الدعمة الا اللي هو فقد الانتصاب تماما ولم تصلح معها طرق العلاج البديلة يعني لا ينفع معا انه ياخد اي ادوية زي الفاجرة وما شابه مش جايبة معا نتيجة او بتجيب معا نتيجة لكن اعراضها الجانبية عملاله مشكلة اخرى مريض جرب الطرق البديلة الاخرى وبرضو ما نفعتش معاه لكن مريض عنده طرق علاج بديلة ويجي قولي ركبه دعم له لا طبعا لا تصلح لك هذه الوسيلة طبعا احنا لدينا الشرطات المريض بنقبله بناخد منه تاريخ المرضي بنعمله تحليل واشعات بعد الفحص وبنقدر نحدد مين اللي تصلح له هذه الدعامة طيب لا سيرة للشاعر ايه هي الدعامة يا دكتور بتشتغل ازاي الدعامة ببساطة جديدة زي ما هو باين في الصورة قدامنا كده عبارة عن استوانة زي ما هي باينة قدامنا كده من الداخل عبارة عن قضيب من الفضة ومن الخارج عبارة عن غلاف من السيليكون عشان الجسم ما يتعرفش على هذا القضيب من الفضة من اسمها كلمة دعامة يعني بتدعم عملية الانتصاب الدعامة عندنا نوعين فيه الدعامة اللي حضرتكم شايفينها اللي اسمها الدعامة شبه الصلبة وكلمة شبه صلبة دي معناها انها فيها مرونة تكفي ان انا اخفيها وقت ما حب زي ما باين في الصورة كده انا قدرت اتنيها اوت وماشي عادي ما فيش اي مشكلة وقدر افردها برضو تاني وما فيش عندي اي مشكلة سواء في الاعلى او الاسفل ده معنى كلمة المرونة اما بنبص تاني على موضوع الدعامة ازاي بقدر اتحكم فيها واتنيها ببساطة كده انا قدرت اتنيها يعني اخفيها ولو عايز اتني اكتر اتني الى وبتثبت في وضع معين زي ما انا عايز الى اخيره كده العضو في وضع الصلابة سوريا في وضع عدم وجود ممارسة جنسية يعني بالعربي في وضع الارتخاء عايز اخلي العضو في وضع الانتصابة في اليدها بيدي بتوصل بهذا الشكل وهكذا ده معنى كلمة المرونة اما معنى كلمة الصلابة ان انا لو ضغطت عليها ما تتينيش مني يعني مع الممارسة ما تتينيش مني ده معنى كلمة شبه صلبة يعني فيها صلابة تكفي لممارسة عملية جنسية سليمة وكاملة وفيها مرونة تكفي ان انا اخفيها وادريها وقت بكون مش محتاجها زي ما بين في الصورة معنا كانت وهم بتردش زي كان الدعامة القديمة كانت ممكن تتنيها وترد معك لا دي ما تردش يعني لو تخيلنا ان ده وضع الجسم وقادي العضو وانا تنيت العضو بهذا الشكل الى اسفل بتفضل ثبتة في هذا الوضع وده التطور اللي حصل في تصنيع الدعامات كانت الاول النوع القديم انه ممكن لما اتنيها ترد تاني زي الصستر لأ تبقى ثبتة زي ما هي زي ما حاكت شايف تتني اكتر واكتر واكتر ممكن تتنيها 180 درجة اهي اهي وما تردش معايا اوكي ده معنى كلمة الدعامة شبه الصلبة لكن في نوع اخر من الدعامات ظهر برضو وكان ليه تجارب مع كثير من المرضى اسمها الدعامة الهايدروليك وده اذا ما باين في الصورة برضو عبارة عن استوانتين وليهم مضخة بتثبت في كيس الصفن وليهم خزان بيثبت في جدار البطن الامامي هذا النوع من الدعامات ظهر بعد ما ظهرت الدعامة شبه الصلبة في الاول وكان لها العديد من المشاكل لصلابتها فكان حل للمشكلة لانه كان اقرب الى الطبيعة لكن مع الوقت بدأت تظهر لهذه الدعامة بعض المشاكل خلتنا بدأنا نرجع تاني نطور في الدعامات شبه الصلبة لما وصلناها الى درجة المرونة اللي احنا عايزينها واصبعت هي التي تحتاج الاصدارة في علاج المرضى لما لها من مميزات كنا في الاول بالنسبة لنا عيوب الحمد لله اصبحنا دلوقتي بنستخدمها بطريقة عمل ده معنى كلمة الدعامة وبتركبها ايه طب يا دكتور هل الدعامة زي دعامة القلب بتساعد على ضخ الدم للعضو لا طبعا ليس لها علاقة بدخ الدم اطلاقا الدعامة عبارة عن استوانة بتثبت داخل العضو لتحدث صلابة زي اللي بيحدثها ضخ الدم الطبيعي اللي احنا قريدي عندنا فيه مشكلة يبا يزن الدعامة ما بتسلكش الشريان او الوريد زي ما الناس فهمها لا هي الدعامة عبارة عن حاجة بتزرع داخل العضو تحقق لصلابة ده معنى كلمة الدعامات وقالية شغلها وانواعها احنا قولنا احنا عندنا الدعامات نوعين شبه الصلبة اللي بينا في الصورة قدامنا واللي احنا ورناها لحضراتكم بين استوانة مفرودة واستوانة متنية والنوع التاني اللي هيبان في الصورة اللي جاية بعدها على طول اللي هي الهيدروليك اللي احنا ورناها لحضراتكم برضو زي ما بينا في الصورة قدامنا ده بالنسبة للدعامات وانواعها تاب المريض بيسأل تابع دكتور انت حيرتنا أنت عندك نوعين أنت بانا أتختار لي أنهي نوع أيهما أفضل بالنسبة لي طبعا إحنا لو رجعنا لتاريخ تصنيع الدعمات كنا لفترة قريبة كنا بأنهي الدعمة الهايدروليكية الأحسن ليه؟ لأنها بتحقق لي صلابة أقرب ما يكون إلى الطبيعة أنا بقدر أنفخ العضو وأعمل انتصاب وقت ما أحب ولما الموضوع ما يبقاش أخلص أو أنهي متعتي بقدر أفضيها وأرجع تاني شخص طبيعي لكن وقت ما ظهرت هذه الدعمة كحل لمشكلة الصلابة اللي كانت قاسية أوي وكان فيها نوع من اللي ساميها سبرينج باك ميكانيزم اللي هي الدعمة تتنيها وترد تاني فكانت بالنسبة لنا حل مع الوقت طورنا في الدعمة اللي هي شبه الصلبة فأصبحت هي دلوقتي الأفضل والأحسن للمرضى لما في الدعمة الأخرى اللي هي الهايدروليك من مشاكل منها أنها وصلات ممكن وصلة فك ممكن وصلة تسد ممكن بلونة فرقع ممكن يحصل أي مشاكل الجزء الداخلي يتآكل يصل لها التهابات إلى آخره فأصبحت المفضلة يا الدعمة شبه الصلبة طيب الأسئلة اللي كانت بتجيلنا برضو من المرضى طيب يا دكتور نسب نجاح الدعمة دي في علاج ضعف الانتصاب قد إيه نسب نجاح الدعمة في علاج ضعف الانتصاب 100% قال له يعني ملهاش مضاعفات سؤال جميل جدا بتسئله دايما لا مفيش في الطب عملية جراحية بدون مضاعفات ولو قلنا كده نبقى احنا كدابين لا ليها مضاعفات لكن مضاعفات بسيطة جدا تتميز بثلاث خصائص إنها بسيطة وإنها قليلة الحدوث وإنها يمكن التغلب عليها ببساطة يعني إيه يعني لما أجيبص لعملية الدعمة نقول ببساطة إيه أشهر الحاجات اللي ممكن تحصل بالدعمة يحصل التهابات مثلا بنتغلب عليها بالأدوية تبزادت التهابات عن الحد ووصل إن حصل صديد بسيطة جدا بفرغ الصديد زي زي أي خراج وأي جسم غريب اللي هو الدعمة بشيره وبسيب الدعمة بشير الدعمة لفترة وارجع تاني أثبتها هذه أقصى مضاعفات ممكن تحصل مع الدعمة معادة ذلك بقى في حاجات بسيطة جدا زي مثلا ممكن يحصل جرح الغرزة تفك إلى آخره وده كلام بسيط برضو نقدر نتغلب عليه بساطة معايا الأستاذ محمد من القاهرة ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد أنا دكتور الحضرتك أنا شاب جديد لسه متجاوز فأنا عايز أستفر بس الدعمات دي للناس الكبار بس ولا تمشي للشباب برضو ممتاز يا أستاذ محمد الدعمات تصلح لجميع الأعمار تصلح لجميع الأعمار يعني من سن 18 سنة إلى ما شاء الله يعني أنا أتذكر أنا عملت دعمة لمريض سنه 102 سنة ولو وصل سنه إلى 600 سنة تصلح لبردو طب أنا بس بتعيسر حضرتك سؤال طب بالنسبة للضعف الجنسي يعني لزيادة القدرة الجنسية أنا أعمل إيه عشان أزود القدرة الجنسية بص أستاذ محمد الضعف الجنسي كلمة واضحة ضعف الجنسي يعني ما عنديش انتصاب قوي لإتمام عملية جنسية لكن يعني إيه أزود قدرة جنسية يعني أنا عندي مقدرة جنسية يعني أنا أتم عملية كاملة وعايز أقويها أكتر ما تنفعلوش الدعم آه تمام يعني كنت تنفع حاجة غير الدعم الاستشارة تانية يعني لو أنا بكلم حضرتك في مبدأ إيه بدل ما تجه لطريق أن أنا أخد منشطات وحاجات منشطات جنسية إيه اللي عمله يكون صحي وفي نفس الوقت ما أخدش منشطات جنسية تخليه أتعب مستقبلية يعني ممتاز سيد محمد بالنسبة للحضرتك تقصده أنت تقصد أنك أنت حاسس أن الانتصاب بتاعك مش في الوضع الطبيعي زي الأول وبالتالي لابد أنك تزورنا ونشوف إيه الموضوع اللي سبب لك هذا الإحساس الغريب ونبدأ نعالجك غالبا نكون علاج بالأدوية مش بالدعامة لأن الدعامة تعصلح اللي هو فقط لانتصاب تماما وعنده مشكلة لا حلة لها إلا الدعامة شكرا شكرا سيد محمد نكمل موضوعنا ونقول إن احنا قلنا نسب النجاح والمضاعفات هل لها مضاعفات ولا لا لأ لها مضاعفات طبعا بسيطة لكن لما نقارن العملية ديك بعملية الجراحية الأخرى في الطب لا هل لأ العملية ديك هي العملية الجراحية الأقل لحدوث المضاعفات الأسهل اللي يمكن التغلب على مضاعفاتها ببساطة لأن احنا بصراحة أنا أرى أنه من الظلم أن احنا نسمي عملية زرعة دعامة دي جراحة لأن أنا بفتح فتحة في الجلد الخارجي للعضو الزاكري في الجلد الخارجي للعضو الزاكري زي بالظبط ما يكون ماشي كده وإيدي حكت في الترابيز عملت خربوش في إيدي أو قطع بسيط في إيدي هيا دي بالظبط فتحة العملية بتاعتي بسلك نسيج اسمه الغلاف الخارجي للنسيج الكافي وبأزرع الدعم داخل أدي ببساطة عملية الدعم لا هي عملية معقدة ولا عملية فيها مضاعفات من اللي بنسمع أنا في الجراحات الأخرى الخطيرة اللي بتوصل أحيانا لخطورة تدي بالحياة لا دي عملية بسيطة جدا ما لهاش أي مضاعفات تذكر بالمعنى المفهوم لكلمة مضاعفات بس ليها مضاعفات عشان ما حدش يقول لي لا أنت بتقول لمغير مضاعفات خالص لا ليها مضاعفات بس بسيطة ده بالنسبة لموضوع الدعامة وأمانها والنسب النجاح بتاعتها طيب وقت العملية قد إيه وقت العملية بالظبط نص ساعة يمتد إلى 3-4 ساعة يعني عملية بسيطة جدا تجرى فيه وقت قصير جدا ونوع التخدير تخدير نصفي يعني المريك بيقعد معايا بيتكلم معايا وأنا بجري له العملية وبنبقى يشايف كل حاجة بوري لك دعامة وأنا بركبها أدي دعامة اللي هتركب لك أدي مقاسها أدي طولها إلى آخر ده بالنسبة لي وقت العملية ده برضو من الأسئلة اللي بتسئل كتير طيب يا دكتور معايا لستاذ محمود من القاهرة ألو لا لا يا دكتور مساء الخير مساء الخير سيد محمود لو سمعت دكتور كنت عايز أسألك بما أنه برنامج اسمه من ده الجرى فأنا أتكلم بكل جرائع أنا عندي صاحبي ما بيحسش بالمطع مع زوجته ومدمن أفلام إباحية يعني بيحس بالمطع في الأفلام الإباحية تمام بالفرج عليها وممارسة العدد السرية وكده وبس يعني متجنب زوجته فهل ديها مشكلة مرتبطة بالضعف الجنسي ولا مرتبطة بحالة نفسية ممتاز يا أستاذ محمود هنجاب الأستاذ محمود بالنسبة للموضوع اللي الأستاذ محمود بيشك منه أو بيعبر عنه عن صاحبه فهي مشكلة للأسف هي الشائعة بين الشباب في هذا العصر الشباب قاعدين طول النهار والليل قاعدين على النت بيشوفوا أفلامه ويشوفوا أوضاع غريبة فطبعا بيبصوا لزوجته اللي هي المفروض إنها الـ 24 ساعة مش فضياله تقعد عشان تعمله زي ما هو شايف مثلا ساي أي اسم من الأسماء المعروفة فهو بيبصلها بقرف أو مش حاس إن فيها اللي عند اللي شافه في هذا الفيلم أو في هذا الكليب ودي طبعا المشكلة دي مش عضوية لا هي المشكلة بالنسبة له ولا هي نفسية ما فهم كلمة نفسية هي مشكلة إباحية هو عايز يشوف امراته الـ 6 اللي شافة قدامه دي أو البنت اللي شافة دي هو عايز يشوفها كده عايز واحدة متفرغة إنها تقعد تعمل زي ما بتعمل البنت اللي بيشوفها في الفيلم أو في الكليب اللي بيشوفه فطبعا دي مشكلة للأسف الشديد بتهد كتير من البيوت وعلشان كده احنا بننبه الشباب خلي بالكم بلاش مشاهدة الأفلام اللي بيحيها بشكل يعني زي دا عن حد لأن دا هيأثر على الأسرة بأكملها يعني الزوجة زنبها إيه هي بتخدمك وكمان هتقعد عايز تخليها 24 ساعة قاعدة تشوفها زي نانسي ولا تشوفها زي هيفا ولا 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 ما ينفعش الكلام دا لازم برضو فيه قبول للطرف الآخر على الدرجة اللي هو علي وبرضو نداء للطرف الآخر يهتموا شوية بشكلهم ويعرفوا أن الراجل يقدر يبص بره لأي أنسة أخرى فيخلي بالها برضو أن الزوج دا لي حق دا نداء للطرفين لابد كل طرف أنه يراعي الطرف الآخر حتى لا يحدث شقاق وتتهد الأسرة بسبب هذه الأفلام اللي بيحيها أشكرك يا سيد محمول نكمل موضوعنا ونرجع تاني لموضوع الدعمات برضو من الأسئلة الشائعة اللي بتتسئل طب يا دكتور أنا محتاج أقعد في المستشفى عملية الدعمة بتجرى في خلال وقت زمني نص ساعة المريض بيسيب المستشفى بعد ساعة من إجراء العملية أول ما يحرك رجلين قوله مع السلامة ما تقدر تروح لا بيقعد في المستشفى يباد ولا ليه إقامة زي ما الناس فهمه أسبوع وأسبوعين زي ما بيعتقد البعض الحاجة التانية الأهم طب يا دكتور ليها متابعة يعني هغير على الجرح كله قد إيه واجيلك مثلا تشوف ما لهاش بالمتابعة بالمعنى المفهوم زي أي جراح إحنا بنخيط الجرح بخياطة نوع من الخياطة اسمها خياطة تجميلية بحيث أن الخيط ده حاجة من اتنين يأما أنه يدوب يأما أنه إحنا لو جلنا المريض بعد أسبوعين وعايز يفكه نفكهونه مع الناشاء مشكلة غالبا بيدوب الخيط اللي احنا بنستخدمه لأنه بيستخدم خيط رفيقة جدا من خاصيته أنه بيدوب بعد فترة كمان ما بغيروش على الجرح لأنه معرفة أن تعييم العملية هو أنضف تعييم ممكن يشوفه غير التعييم اللي في العادات مستحيل يكون زيه طبعا ودي نقطة برضو عايز أركز عليها من الشراطات نجاح عملية الدعامة التعييم 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 لأنه طبعا غرفة العمليات لو ما تحققش فيها تعييم بدرجة عالية طبعا ده بيكون سر من أسرار فشل عملية الدعامة طبعا أي ميكروب بيدخل بيبوز العملية كلها وبالتالي التعييم مهم جدا وإحنا لازم نعقم المريض كويس قوي قبل العملية ولو عنده أي مشكلة أو عنده أي التهابات نأجل العملية لما التهابات دي تروح والمريض يدخل بالنسبة لقطة العملية ما عندوش أي مشكلة خاصة ممكن تبقى وزنها عملية بالنسبة للموضوع التعييم والآلات نهتم بيها وكل شيء ما نسيبش ولا صغرة كمان المريض بعد العملية بندينه أسبوعين كاملين من المضادات الحيوية عشان نحميه من حدوث أي التهابات متوقعة حتى بعد كل هذه الإجراءات طيب نكمل برضو تاني بالنسبة لأسئلة الكتيرة اللي جات لنا طب يا دكتور أنا أبدأ حياة العادية إمتى أبدأ الممارسة بعد قدية من العملية تبدأ الممارسة الجنسية بعد ستة أسابيع من تاريخ الجراحة لكن حياتك العادية اللي هي شغلك والخروج من البيت لأنك تروح الجامع أو تروح مشوار مع صاحبك إلخ إلخ أو تروح شغلك ده تاني يوم العملية عادية فيش أي مشكلة لكن الممارسة الوحيدة اللي بنأجلها برضو بتسئل السؤال ده تبقى دكتور شميعنا يعني ستة أسابيع ما قدرش قابليها والله إحنا لقينا الغلاف الخارجي للنسيج الكافي بيأخد فترة من ثلاثة إلى ستة أسابيع حتى يتم الانتقام بشكل كامل وبالتالي إحنا بندي الفرصة الأكمل دي معي أستاذ محمد ألو ألو يا دكتور إزاي حضرتك إزاي أستاذ محمد مرحب بيك الحمد لله بص يا دكتور أنا متزوج بقالي سنتين تمام تمام عندي موضوع سورة الكسف مش عارف المشكلة دي هل هي مشكلة يعني المشكلة دي ما كانتش عندي أصمم من قبل قبل ما تزوجه تمام فمش عارف المشكلة دي أصمم يعني لما تزوج ولا يعني أضرارها أيض الضغط طيب أستاذ محمد بالنسبة لموضوع سرعة الكسف موضوع شائع جدا أكتر من موضوع ضعف الانصاب للأسف ومن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى شيوعه موضوع العادة السرية قبل الزواج للأسف كتير من الشباب بيود من العادة السرية بشكل مرعب في مرحلة ما قبل الزواج ويجي بعد الزواج اشتكي أنا عندي سرعة الكسف يعني حضرتك يا دكتور يعني العادة السرية دي نتيجة لسرعة الكسف هي اللي بتعمل سرعة الكسف بعد الزواج بس طبعا مش معنا كده أن خلاص ده بنت عملت الموضوع ده خلاص الطريق سدينا الطريق قدامك وما فيش حل لا هي لا حل طبعا بعلاج بالأدوية وإحنا النهاردة نعتبر في تطور الحمد لله بالنسبة لوسائل علاج موضوع سرعة الكسف بنده أدوية بسيطة بتقدر تقضي على هذا الموضوع أشكرك سيد محمد نكمل موضوعنا تاني بالنسبة لعملية الدعامة من الأسئلة اللي بيجيلي كتير يا دكتور إحنا سمعنا كلام كتير من الناس والأطباء وكلهم أسادزة اللي يقول لي أنا بزرق الدعامة بتدمر النسيج الكافي الدعامة بتدمر النسيج الكافي أو طبعا إحنا كنا زمان لما بنزرع الدعامة كنا بنزرعها داخل النسيج الكافي على اعتبار أنه هو فقد قمته نسيج لا يحدث صلابة منه نهائي وبالتالي مالوش أي لازمة مالوش أي فايدة أصد وبالتالي إحنا لو زرعناها جواه إحنا ما درناهوش لكن مع الوقت اكتشفنا أن في بعض الناس ببقى عندهم درجة من درجات الانصاب ولو ضعيفة هو عايز يحافظ عليها دي حاجة الحاجة التانية لنفرض أن إحنا شنالهو الدعامة لسبب أو لآخر عايز يرجع شخص طبيعي كما كان فبعض التجارب اللي إحنا بقينا نشوفها مع المرضى اللي بيحصل عندهم ما يسمى بكسر في العضو في بعض الناس بيحصل حاجة اسمها كسر في العضو يعني حضو أثناء الانتصاب يتكسر يعني يحصل فيه شرخ في الغلاف الخارجي للنسيج ويحصل تجمع دمه الناس دي لما كنا بنخيط هذا الغلاف كنا المفروض علميا ما يبقاش فيه انتصاب بعدها يبقى فقط الانتصاب تماما لكن كنا بنلاقي في فئة منهم لما بنحافظ على هذا النسيج ونفضي التجمع ودامه وما يحصلش تلايفات كان بيبقى الانتصاب ما زال موجود للنسيج انا هخسر ايه لما حافظ على هذا النسيج مش قد يكون هذا الشخص من المجموعة اللي انا لو ما جتش ناحية النسيج وما حصلش فيه تلايفات يفضل النسيج بقيمته وزي ماهو بنفس القوة بتاعته بدون اي مشكلة ليه ما حافظت على هذا النسيج فبدأنا نفكر في فكرة ان احنا نزرع دعامة في الغلاف الخارجي بالنسيج وليس في النسيج نفسه للحفاظ على هذا النسيج والحمد لله لان كتير من الناس وبدأت الناس تشكر اوي موضوع زرع الدعامة خارج النسيج وفي الغلاف الخارجي وبقوا يحسوا بيها لدرجة ان في بعض المرضى كان شاب صغير والله يسنه 21 سنة كان موصين يقبل العملية وليه يا دكتور خلي بالك من نسيج زراع هالي انت بتقول انا بزراع خارج النسيج قلت له حاضر يا فلان عملت له العملية جاي بقى بعد العملية يشكيلي من حاجة غريبة وليه يا دكتور بالأسف دياريتك كنت زرع تالي داخل النسيج ليه يا سيد يقول لك ده كل شو يحصل انتصاب ببقى مش طايق من قطر ضخ الدم اللي هو اه لا يعني هو هي الفكرة من هذه التجربة ان ما زال عشان الناس اللي بتكذب ما زال زرع الدعامة خارج النسيج الكافي عملية بتؤدي الى ان ضخ الدم اللي موجود عند هذا الشخص بنحافظ عليه زي ما عشان الناس اللي هي ما زالت غير مؤمنة بهذه الفكرة المرضى نفسهم وتجربنا معهم هي اللي اكدت ان هذه الفكرة فكرة لها واقع وابليكيشن عملي على الارض الواقع طيب من الاسئال اللي بتجلنا كتير برضو الناس اللي عندها امراض خطيرة مرضى القلب اللي زرعين دعامات مرضى السكر مرضى الضغط مرضى الكبد مرضى الكلا حتى المريض اللي عنده شلل نصفي هل تصلح للدعامة؟ طبعا وبكل ثقة تصلح للدعامة لا يوجد مرض مصاحب للضعف الجنسي عائقا لاجراء الدعامة ولكن احنا لنا بعض الاحتياطات اللي بناخدها مع بعض المرضى علشان نهيأوا لاجراء الدعامة بشكل آمن وبشكل سليم ونظرا لضيق الوقت انا مضطر اخطب معاكم بمرض بيروني لان بيروني ده برضو من الحاجات الشائعة جدا وعبارة عن تلايفات في العضو واقول ان مرض بيروني اصبحت دعماتها الوسيلة الانجح ليه وبنعتزر لضيق الوقت وان شاء الله في حلقة قادمة نقدر نكمل الكلام عن هذا الموضوع بس هنغير باسئلة اخرى ونرجو ان نتواصل معنا دايما على صفحتنا على الفيسبوك وعلى صفحة البرنامج واشوفكو في حلقة قادمة ان شاء الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته